اشتركوا في القناة فتحت المدارس الحكومية أبوابها مستقبلة المعلمين والمعلمات لمباشرة أعمالهم استعدادا للعام الدراسي الجديد وضعين أمامهم خطة دراسية ممنهجة واضحة المعالم للارتقاء بمستوى التعليم الدراسي لحصول الطلب على أعلى الدرجات والقدر الكافي من فهم الدروس باتباع الطاقم التعليمي وسائل جاذبة ومحفزة تسهم في إيصال المعلومة بكل سلاسة وسهولة شقالين على استعداداتنا حق استقبال أبناءنا الطلبة خلال الأيام الياية إن شاء الله بيكون في استقبال الصباحي من الخارج إلى الداخل وعموما عندنا الفصول الدراسية كلها جاهزة حق استقبال أبناءنا الطلبة وتابعنا جميع الأمور اللي أوصبها سعادة الوزير أن تكون جاهزة والمدارس كلها حق استقبال الطلب بالنسبة لنقطة توزيع الكتب الدراسية من الفصول الفات ستساعدنا ببدء التعليم من أول يوم دراسي إن شاء الله ولدينا إن شاء الله خطة أفضل من العام السابق بدءا من أول يوم إلى آخر يوم إن شاء الله ساعدين لاستقبال أحبائنا وأبنائنا الطلبة وإن شاء الله الجد والاجتهاد نوصل إياهم للنجاح والتفوق أما من حيث الكتب الدراسية فقد تم استكمال إجراءات طباعتها وتوزيعها بشكل مبكر قبل نهاية العام الدراسي الماضي كما حرصت إدارة نظم المعلومات على تنفيذ صيانة شاملة للبوابة التعليمية بهدف تحسين تجربة المستخدمين تزامنا مع مطلع العام الدراسي الجديد قبلت رحلتي في مدرسة قازي الكصيبي من تسع سنوات كل سنة كانت مختلفة عن السنة التي قبلها كل سنة آيلي المدرسة بأفكار يديدة بحلة يديدة نستقبل فيها معلماتنا طبعا أول يوم دراسي بالنسبة لنا هو يوم مميز لنا يوم لاستقبال معلمات وإداريات المدرسة بعد انقطاع إجازة الصيف ولله الحمد ما زلت أحمل نفس الحماس نفس الشقف للعمل وما زالت الرحلة مستمرة وما زال للحلم بقية ومع شروق شمس اليوم أشرق قلبي بلقاء منتسبات قازي لعزهم من كل قلبي طبعا استعدنا لاستقبال المعلمات في يوم من الأول ابتداء من مدخل الاستقبال في المدرسة وانتهاء بالبرامج التي سيتضمنها اليوم الأول استقبال المعلمات منها برنامج اللقاء للمستجدات من المعلمات في المدرسة وايضا استعداداتنا وخططنا للعام الدراسي القادم اليوم إن شاء الله راح تكون طلاقتنا كلش متميزة ومختلفة راح نبديها إن شاء الله بلقاء مع قياديتنا استاذة سارة الرواعي اسمها رحلتنا في قازي الحب إن شاء الله بداية مشوقة لجميع منتسبات المدرسة طبعا كلنا حماس وشوق وسعادة للقاء طالباتنا العزيزات والعمل طبعا قائم على قدم وساق تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو والملكي حفظه الله وراءه عودا حميدا وكل عام وانتوا بخير إن شاء الله سنة خير علينا وعلى جميع طاقم المدرسة وبناتنا الطالبات إحنا كلنا حماس لاستقبال بناتنا بخطة متكاملة لاستقبالهم بكل حماس كل عام وانتوا بخير بنسبة حلول العام الدراسي الجديد وعودا حميدا للهيئتين الإدارية والتعليمية وبذن الله بداية جديدة ومرحلة جديدة نتمنى للجميع عام دراسي موافق ومثمر بذن الله تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية المدارس على مستوى النظافة والصيانة أما على صعيد المواصلات المدرسية فقد تم استكمال الإجراءات التنسيقية لتوفير هذه الخدمة لآلاف الطلاب والطالبات باستخدام حافلات حديثة وتحديد وتحديث جميع نقاط ومراكز تجمع الطلبة يعود المعلمون والمعلمات إلى المدارس لمباشرة أعمالهم استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد لتبدأ رحلتهم في نقل المعلومة التي يتلقاها الطلبة بمختلف المراحل الدراسية بكل احترافية ومهنية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين